طب أنا عايز برضو أرجع مع حضرتك أنا لو ابني أو بنتي في حالة حيرة دايماً بتبقى قبل اختيار الكلية أو التخصص أساعد ابني إزاي عشان يتغلب على الحيرة دي؟ يعني إزاي خليه يعرف إمكانيات نفسه وأنا مثلاً ممكن أتفوق في مجال معين في التكنولوجيا أو مجموعة طبية أو يعني أي مجموعة من مجموعات الكليات إزاي أساعد ابني أو بنتي؟ إزاي الطالب وده عايز كلام من حضرتك موجه ليهم يتغلب على الحيرة دي؟ إزاي يتعرف على إمكانياته عشان يحدد الكلية اللي من بعدها هيدخل بقى الحياة والمجتمع وسوق العمل هو طبعاً أقول لحدك الحاجة المهمة يعني دايماً الطالب لو هنتكلم مع الطالب هو طالب شايف بابا وماما قدامي يبقى فيه نموذج قدامه نموذج ده إما هو شايفه ناجح قوي فهو عايز يحاكي هذا النموذج إما هو شايفه بابا الشخصية الروتينية العادية الطبيعية فأنا عايزة تمرد على هذا الشخص جميل فمن هنا بيبقى قدامي حيرة بقى مع الطالب أولاً الطالب هو دايماً متفوق عني بكتير هو بني بينه أميال وأعمار بتكنولوجية الفاصيلة الزلوة تربى عليها غير على أيامنا احنا حتى بدأنا من البيجر والنوكية ونانا لوصولنا لكل الحاجات في احنا يوزرز أكتر منهم هم ممكن يبقى كمان كنية الأكتر مننا فبالتالي لازم أتعامل يعني أحترم دماغه وما يكونش أحاول أن أنا أفرد عليه ودائماً أولادنا ضد فكرة أن أنا أديهم النصيحة المباشرة أهم مش هيتقبلوها مني لكن أنا حتدي أبوستكواري الأمر مع ابني هو حابب إيه وحبتدي أغذية يا جماعة على فكرة فيه كليات عندنا أنتم شعرين بالكم أنا عظيمة جداً كليات خدمة المجتمع وكليات التربية الرياضية يعني أنا أدي لو عنده موهبة رياضية بدخلتها بها هو حيبقى شامبيون زي ما كنا بتفرج دلاتيون عادة في الأولمبياد حيبقى شامبيون حاجة كبيرة عظيمة يعني بيمسك بلده وبيجيب مصدر دخل البلده ونفسه فإحنا عادينا نهتم بالحاجات الكليات اللي هي خاصة بالعلومة الموسيقية والفنية دي كليات مهمة مش كليات عشان مجموعة قليلة فدخلتها ممكن تميز فيها جداً لسي كل موهوب كمان عشان أخشها تشرطة أساسية حتى لو أنا 60% بس لو مش نجح قدرات فنية أو اكتصت الامتحانات فده حاجات مش نطلع ابني دكتور وبس لا فيه وظائف كتير أولى هندسة بالعكس النهار ما زي بقول حياتك كدوات فيه الحاجات خاصة بالAI الكليات التكنولوجية الوظائف الجديدة اللي بدأت تبقى ريموتت وحاجات اللي هي خاصة بالمشو الشازة بكون بقى فيزيكا بروح الشغل دي الشغلانات بقت يعني أكتر بتدي فرص أكتر الأبليكيشنز اللي بيخترعوه أنا أولاد عندي سنة ربعة سعيدة يعني اكتشفت لهم عاملين شغل أنا اعتبرت ده ريادة أعمال يعني عملوا أبليكيشن وويب سايت ونزل على فجأوني أنه نزل على الستورز بتاعة الشركات المحمول يعني فلنازل أخليه دايما أنه عنده نوع الإبداع الانوبيشن وده أعتقد لأنه هذا التعليم في الخطة التعليم الجديدة الأطلاق السادة الرئيسة هي الابتكار والإبداع وتفكير النقد لازم دي حاجات أساسية في ولادنا بنعلمها لو فمش هزم أحط ابني وازنقه في أنه لازم يقش كلها من القمة إن القمة نفسها تغيرت طبا يعني فكرة القمة نحضة يعني حتى كليات الحسابات المعلومات راحت عليها بجمعات التكنولوجية إذا ما حدك تفضل فكرة زي ما قلناك المسؤولي المجتمعيين عاملها القطاع الخاص مع وزارة التربية والتعليم نحضة تجربة التعليم الفني السواء التكنولوجي النهاردة ده لأنا محتاجه سوء العمل من إيطاليا نهاردة بتطلب حاجة بمصود جيداً تبقى طلب عشرة كلاف عامل بمهارات معينة ترجمة نانسي قنقر